النهار ده حسان بقى مدرب حسان حسان وحسان حسان دائماً وأبداً مرتبط معانا جميعاً جلنا تحديداً والجل اللي قابلينا اللي هو تمينات وتسعينات وقبل كده طبعاً الأجيال دي هي اللي عاشت حسان عاشت حسان حسان من أيام ما خرج من النادي الأهلي وراح لإحتراف الخارجي وتقلق وأبدع هو وابراهيم حسن وعملوا أداء رائع وعظيم حسان حسان وابراهيم حسن الاثنين دول في أي فرقة عدوا عليها كلاعبين كانوا بيموتوا نفسهم في الأهلي تلاقيه بيموت نفسه في الزمالك بيموت نفسه في المصري بيموت نفسه في الاتحاد بيموت نفسه في الترسانة بيموت نفسه أي فرقة عدوا عليها هتلاقيهم عملوا أداء وشغل رائع جداً كلاعبين أو مدربين ما انفعش أبداً أبداً تشكك في حسان وابراهيم حسن كإمكانيات ممكن ممكن تقول إيه؟ بس أنا في كتير من الأحيان بتحفز على قراءهم مثلاً على عصبيتهم على أن هم ساعات بيبينوا غضبهم قوي كل دي حاجات موجودة أصلاً في كتير من مدربين كبار في العالم أصلاً يعني مش بقول إنها ميزة هي عيب طبعاً بس موجودة وبتعدي المهم إن احنا نتكترول عليها ونتحكم فيها إحنا يعني حسن وابراهيم هم نفسهم اللي بيتحكموا في انفعالاتهم عشان ده كمان منتخة مصفة بيبقى محتاجه هدوء أكتر يعني المفعالات دي بالمناسبة أحياناً بتبقى مفيدة هتقول لي مفيدة؟ أنت بتشجعهم؟ لا فاكرين اللقطة بتاعت كالوس كيروش لما نزل على الأرض ورفع إيده للسماء في مباراة مصر والكاميرون في كاسر القومة الأفريقية قبل اللي فاتت لما الاتحاد الأفريق جاب لنا بكار جسامة في مباراة الكاميرون صاحبة الأرض عشان بين كوسين كده يعني يحصل تسهيلات والأمور تبقى حلوة بالنسبة للمنتخب الكاميروني فراح كالوس كيروش عشان كان حاسس إنه بكار جسامة هيحجم لعاب منتخة مصر فعمل لقطة على الخط عشان ياخد عين الحكم وعصبيته وتحفزه ليه هو عشان يحمي لعابته بص فيه تفاصيل مدربين في العالم كتير بيعملوها بس المهم إنك تعملها بزكاء دون تجاوز دون أزمة ودون مشكلة وأنا متطمن وحسام إبراهيم عندهم من الخبراءات لم يقول حسام إبراهيم يعني علمين أساطير يعني مع حفظ الألقاب طبعا كبات كبار يعني حسام إبراهيم خبرات طويلة وتقدم في العمر وتفاصيل كثيرة نتطمن بإذن الله إنه هم يشتغلوا كويس حد يقول لي أكريم بس علاقتهم بلعابة منتخم مصر وهيتعاملوا إزاي وهيبقى فيه مشاكل وهيزعلوا أنا بقول لك هومن دلوقتي وخليك فاكر الكلمتين اللي بقولهم دول حسام إبراهيم أسكية بالقدر الكافي اللي هيلمه كل لعابة المنتخب اللي جوه القائمة اللي هيختاروها أول قائمة واللي بره بشكل رائع جد اللي يتعامل مع حسام إبراهيم حتى على المستوى الإنساني أو المستوى الإعلامي أو المستوى الرياضي ناس لطيفة ولذيذة وجدعة انت بتشوف مشاهد كده مثلا اللي هو إيه لما بيخرجوا عن شعاره فيه ناس كده زي الناس اللي بيقفشها اللي هو يقول لك أنا فيها كل الصفات الكويسة بس أنا عصبي قوي باش مهم بس نكونترول العصبية دي شوية خلاص هي صفة مش حميدة عندك بس نكونترول عليها شوية نتحكم فيها شوية دي كلها حاجات همشية على جنب بس الأساس إيه؟ الأساس نحسام خبرات كبيرة فنيا على مستوى التدريب وكلاعب عظيم في تاريخ مصر كل الأمور دي تخلينا نقول يلا نبتسم لعله خير بإذن الله اللي جاي يكون أحسن لمنتخب مصر ترجمة نانسي قنقر